لم تعد أجواء عيد الأضحى كما في السنوات الماضية هكذا يصف اللبنانيون حالهم حيث منعت الأزمة الاقتصادية حتى الميسورين منهم عن شراء الأضاحي فيما تنتظر بعض العائلات صبيحة العيد علها تغنم بشيء من اللحم لتطعم أطفالها ما في بقى بلد يعني هو اعتمادنا كله على اللي عم بضحي كل الناس اللي من برا اللي هي عم بتضحي يعني عم بتحكي ب 16 دولار كيلو اللحم اليوم الأيام من قبل قبل يعني الأوضاع كانت أحسن كانت الناس تضحي الناس توزي على أنه أكتريت الناس معاش ضحي فيه ناس كتير فؤرة معطرين بدين ينطروا العيد كرمال الأضحى كرمال اللحمة كنت أدبح مثلا ميت راس غنم هلأ معتش فيه هلأ عشرين خمسة وعشرين راس بعد الأضحى لأن العالم ما بقى ما بقى تقدر يعني انتشار تجار المواشي في الطرقات بات مشهدا نادرا في لبنان واقع يعكس ركود سوق الأضاحي وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد كنا مثلا العالم تحجز ألف أضحية اليوم عن نص تقريبا العجل إذا كان 250 كيلو ما يتراوح بان 300 كيلو يعني مثل ما العالم عم تاخده اليوم بهالأوزان اللي حتى تقدر تدفع حقه يعني بالنهاي عم بيتراوح سعره بالألف دولار بالنسبة لسعر الخروف عم بيتراوح سعره يعني إذا كان 50 كيلو عم تحكي بيطلع تقريبا بل 150 دولار و300 دولار وفي ناس عم تتجه مثل ما حكينا للفطيمة اللي هي أرخص سعرا يعني بيطلع حقه تقريبا الفطيمة بال200 دولار بعيدا عن لغة الأرقام حال اللبنانيين يكشفه غياب عدات متأصلة لديهم ومنها شراء أضاحي العيد بسبب ضيق ذات اليد وتبدل أولويات العيش سارش حادي المشهد برج قضاء الشوف